احتفل اللواء الثالث عاصفة بتخرج دفعة الشهيد البطل اللواء الركن ثابت جواس تزامناً مع احتفالات شعبنا اليمني بعياد الثورة اليمنية السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر والثلاثين من نوفمبر وهن قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء الركن محمد العجابي الخرجين بعياد الثورة اليمنية مشيراً إلى ما تشكل هذه الدفعة من رافد قوي ودماء جديد للقوات المسلحة مؤكداً أن هؤلاء الخرجين يقدمون مثالاً ساطعاً لحماة الثورة اليمنية المجيدة ولفت إلى بطولات القائد البطل اللواء الركن ثابت جواس الذي كان له الفضل في تخلص اليمن من زعيم الميليشيات الحوثية في كهف مران لفتاً إلى ما قسده اللواء جواس من مواقف بطولية دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ومواجهة الميليشيات المدعومة ايرانياً وأكداً أن هذه المواقف ستظل حاضرة في ذاكرة وجدان كافة زملاء وأبناء الشعب اليمني وأن سيرته العطرة ومواقفه الشجاعة ستظل فخراً واعتزازاً لكل أبناء القوات المسلحة وشعبنا اليمني وقال العجاب إن القوات المسلحة تواجهوا اليوم ميليشيات الحوثي التي تحاول بدعم من النظام الإيراني وقوى الرجعية والتخلف إعادة عجلة التاريخ للوراء وإلى الاستعباد والتخلف والرجعية مؤكداً السير على نهج لمناظلين الشرفاء الذين قدموا دماءهم رخيصة من أجل هذا الوطن المعطاء وأكد اللواء العجاب أن احتفال القوات المسلحة والشعب اليمني بهذه المناسبة يعبر عن وعي الشعب وقواته المسلحة بالحرية والمساواة بين أبناء الشعب بعيداً عن نظرية الحق الإلهي والتسلط على مقدرات الشعب وشهوة التسلط على مقدرات الشعب وألقيت في الحفل العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفقرات الفنية المعبرة عن احتفالة شعبنا بعياد الثورة اليمنية اشتركوا في القناة